شكراً لكم السيد فاتح بوطبيق رئيس الكتلة البرغمانية وأيضاً قيادي في جبهة المستقبل السيد فاتح مرحبا بك أيضاً ولا كذلك سعيد بهذه الإسضافة وأشكر حضور أخي سعبد الله حدد بداية ضيوفي الكرام وأيضاً مشاهدين الحدث اليوم يفرض نفسه وهو استقبال رئيس الجمهورية لبعتة الحماية المدنية التي كانت توجهت إلى سوريا وتركيا لإنقاذ أشيقائنا في تركيا وسوريا من بعد زلزال الذي ضرب تركيا وأيضاً اليوم شفنا بأن رئيس الجمهورية أيضاً كما سنشاهد في الصور قدم ويسام عشير لأبطالنا الذين شرفونا وأيضاً للطاقم من الهلل الأحمر الجزائري وأيضاً للطاقم الجوية الجزائرية العسكرية بداية السفات نحن نبدأ من عندك هل تعليقكم حول هذا التكريم؟ نعم أولاً بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم تحية خاصة لكل سيد المشاهدين وليقانات كريمة الحقيقة هذا التكريم وهذا التقدير هو تعبير حقيقة عن ما تكنه الدولة الجزائرية لإطاراتها الذين يعملون دائماً لصالح البعد الإنساني وخاصة بالنسبة لتعامل التضامن اللي قامت به الجزائر سواء بنسبة إلى الدولة الشقيقة سوريا بالرغم الظروف التي تعيشها سوريا خارجياً وداخلياً وكذلك بالنسبة إلى الدولة الشقيقة تركيا وبالتالي هذا التكريم يدخل في مصاف تكريم الجهد وكذلك تكريم تقاليد جديدة من أجل أولاً إعطاء اللفتة الكافية والعناية اللازمة لهذه الفئات والذين حقيقةً برهنوا على مكانة وقدرة وستطاعة الحماية المدينة الجزائرية وكذلك أفراد الهيلاء الأحمر الجزائري في قضية التضامن مع الشعوب الصديقة والشقيقة وخاصة لما يتعلق أمر بك وارد طبيعية ولما يتعلق أمر بعمل إنساني بعيداً على كل التحديات وبعيداً على كل الأشكال الأخرى التي تحاول أن تمنع الأيدي النظيفة وتحاول أن تمنع الذين يعملون في حق بعد التضامني وبتالي هي تحترام وتقدير لمؤسسات دولة على الأساسيد رئيس جمهورية لما أنا نكرس التقاليد من تكريم وتشجيع وتثمين لهذه الجهود ولهذه الأياد البيضاء وخاصة بالنسبة إلى أفراد كذلك الحماية المدنية وأفراد الجيش وطني الشعبي وأفراد الأحمر الجزائري وهذه تعتبر قدوة حسنة للمستقبل حتى دائماً لا ننسى هذه الجهود وحتى لا ينسى أو ينسى هذا العمل الإنساني الذي يبقى خالد خلود الجزائر بأفكارها وبما تكنه للعمل الإنساني واضح سيفة حبوط بيقسي عبد الله حدد أيضاً عندما نتكلم على ويسام الاستحقاق الوطني من درجة مصف عشير فإنه من بين أعلى الأوسمة في الجمهورية الجزائرية شكراً على الاستضافة نشكرك ونشكر زميلي هذا التكريم تزمن مع اليوم الوطني وعطيتنا الفرصة منهنه حماية مدنية بمناسبة هذه وهذا التكريم مستحق وخاصة في هذا الظروف الرئيس الجمهورية لشجع الفرق والإطارات في الحماية الميدانية هذا التكريم كان منتظر وخاصة من طرف كل الشعب وعلى رأسهم العيش الجمهورية لكرم هذه الفئة لتفعل جهودات رغم كل كواريث سيبهم هم الأولين حتى نحن كشعب كنا نستنى في هذا التكريم بهذه المناسبة أنا أهنيهم وأهني رئيس الجمهورية على هذا التكريم لهذه الفئة التي بدلت المجهود أكثر من المجهود وضح ربما نعود ضيوفي الكرام إلى موضوعنا اليوم وهو القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وسبل حمايتها خليني نقول خاصة بعد الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا خليني نرجع ليك سيف فتح بطبيق العد تنزل لشهر رمضان الكريم إن شاء الله إن عاد علينا بالخير يعني يبدأ وللأسف ككل سنة لما يحل شهر رمضان إلا والمواطن الجزائري يشد قلبه خاصة فيما يتعلق بغلاء الأسعار شفنا قبل أسبوعين في مجلس الوزراء رئيس الجمهورية أعطى مهلة أسبوع للحكومة حتى تنشئ جهاز يقضى هل هذه الخطوات الاستباقية مهمة في اللحظة هذه خليني نقول حتى نرسل رسائل تطمينة للشعب الجزائري نعم دو شك نحن في غرورة شعبان وإحنا داخلين على شهر رمضان مبارك بغض نظر على شهر رمضان قلبات الأسعار وقضية نظرة الإموات فكلها متعلقة بأساسية تعلم مواطن وبالتالي كل ما يكون هناك عمل استباقي كل ما أنه تكون هناك يعني الاستعداد عن طريق التحذير الجيد عن طريق إزداء التوجيهات والتعليمات واللي حصلها سيد رئيس جمهورية وخاصة بالنسبة إلى المنسي وزراء هي كل تدخل في إطار أول نبع التمئنان لدى المواطن وكذلك مواجهة التحديات التي لا نعلمها وعلى رأسها لما نشوف الغلاء الفاحش والله أحيانا نشوف نظرة بعض الأسعار بعض السلع والخدمات التي ذات استهلاك واسع وبالتالي علمتنا يعني الظروف أن كل ما يكون هناك شهر رمضان يكون هناك إقبال أكثر يعني إذا كان هناك طلب عادي على مستوى بدر السنة في شهر رمضان يزال الطلب وبالتالي في الحق هو شهر الرحمة والمغفرة شهر العبادة وبالمناسبة إن شاء الله يكون شهر الرحمة إنك جزائريين وتكون جزائر دائما في أحسن حال فدون شك كل مؤسسات من المفروض وهذا واجبها أنها دائما تكون على استعداد وتكون على يقضى وتكون كذلك مجدروحة لكل طارئ قد يكون وخاصة لما يتعلق العمر بالمواطن وبحلاجته في هذه القضية ربما سيفة أحضر قبل أن نرجع لسياة عبدالله حداد في هذه القضية بالذات يعني عادة أن نسمع يكتر كلام الوزراء قبل رمضان ولكن في الأخير المواطن في رمضان خلينا نقول يشوف واقع آخر وبتالي اليوم الحكومة خلينا نقول بماذا هي مطالبة اليوم ميدانيا الحكومة مطالبة أولا أن الإصلاحات ندد جسد ميدانيا ميدانيا لأن المواطن يحكم بالمنوص المواطن أنه يعيش هموم اليومية وبتالي المواطن لما يجد مواد موجودة وتكون متوفرة بأسعار مقبولة نعلم بأن هناك تحديات خارجية على بأن تقلوبات تحت الأسعار العالمية وعلى بأن الإصلاحات التي باشر سيد رئيس جمهورية إصلاحات عميقة فيه نوع من القساوة في قضية محاربة التبذير وليس محاربة يعني ما يستهلكه المواطن من الأساسيات وبالتالي التعليمات التي أعطيت من باب أولا الحفارة الخزي العمومية بمفهو أن نعطي حق المواطن ولكن نبتعد عن التبذير وليس أننا نتسبب بطريقة أخرى في نظرة الأسعار أو في تقلوبات عكسية الأسعار بما ينعكس على جيب المواطن وإحنا شفنا في المدة الأخيرة في قارات ثورية متعلقة بقضية رفع الأجور متعلقة ذا إلا لم تصحبها حماية آنية لحظية واقعية من خلال النتائج التي تصدر على القارات الإصلاحات دون شك هذه الزيادات ما عندها احتمالها وبتالي على ما أظن تثمين القدرة الشرائية أو الحفار على القدرة الشرائية وتثمين جبهة الاجتماعية من قبيل الطمأنينة والثقة التي تسعى إلى زرح المؤسسات وهنا يجب على كل مسؤولين محلي ومركزين أن يكون السلوك الإداري مصاحب لهذه القرارات وضح سيد فتح بوطبيق سيد الله حدات يعني عطفا على كلام سيد فتح رئيس الجمهورية قبل أسبوعين في مجلس الوزارة يعني في البيان كانت تكلم على وجود عصابات تهدف لزاعة الاستقرار الاجتماعي يعني تستغل أي فرصة حتى يعني تأجج الوضع اجتماعيا شوف والله العظيم هذه غلاء الغلاء ومشيغي في شهر رمضان لأنه شهر رمضان هو شهر الخير شهر البركة ينزل فيه الخير على كل مواطن وضع ما وشغي شهر رمضان وأنا نشكر الرئيس على محاربته قبل شهر رمضان لأن الغلاء هو عنده قبل أيام قبل رمضان عنده كريم سنة وهذا ما نقولش سلطة ما دارت المجهود سلطة دارت المجهود في مكافأة هذه بمختلف المفتشين هنا تبقى لازم الشعب لأنه الشعب هو فان فانحنا ما نقولوش ما نكذبوش السلطة راي تعمل في المجهود والشعب ما وش يجير في مجهود بيعاون خوه لأنه هو المواطن هو اللي راي يزيد الخوه ماشي السلطة اللي يزيد لنا في الأخوه المواطن هو اللي راح يحقر في خوه أنا نطلب هذا وخاصة في هذا رمضان بهنتخاوه وبهتكون فينا رحمة ما بين المواطن ماشي قال غي السلطة كل شو نقوله السلطة لا احنا دورة تعنا نوعه هذا المواطن باللي هذي البطاطة ولا هذي تجينا كي راك تزيد فيها راك تزيد على أخوك لأننا هذا هو الوحدة تع الشعب وخاصة في رمضان كي احنا منذ نشأة الشعب متوحد احنا نقوله باللي محاربة هذه الظاهرة وهذا الغلاء هو لازم يكون منساجم مع السلطة لمحاربة هذه الظاهرة وخاصة قبل رمضان في الأيام صبحت الأسعار الأسعار مرتفعة حتى نشوفوا الناس الجزائريين عندهم الرحمة الجزائريين ما نشعرف حتى كيف الحقوم السلطة صريح ديرت المفتشين راهي لكونترول زادت بعض البطالين ذو كبقات المواطن هو يحافظ على أخوه نعم نحن تخصنا ثقافة استهلاكية نشوفوهم لوحد ما ما يكتب جاء نروعه يقول يشري ربعة تبانات خبز يشيب خمسة وشور وروح تشوف رأنا احنا أنا أنا حاجة منها الدولة السلطة راهي تدير في مجهود في محاربة هذه الرسوال اللي عاود البيع اللي عاود ولي احنا كمجتمع ما ناشي نوعه في هذا المواطن قال ودي شكو اللي رايح يحقر ماشي السلطة اللي يتحق احنا رأنا نحقر في بعضنا بعض على هذا الأساس اللي لازم ما شيغي في رمضان قبل رمضان وكلش تكون عندنا الرحمة الرحمة من الشعب الجزائري ونعرف باللي الشعب الجزائري هو اكثر من اي دولة يرحم خوه يرحم خوه فنطلب من هذا الشعب الجزائري باش ان شاء الله في هذا رمضان يخفف على المواطن والمواطن يدير مجهود بيخفف على خوه ربما سيفتح بطبيق ايضا عطفنا على كلمسي عبدالله حدد ولكن ايضا المواطن اليوم الجزائري ربما عنده تجارب في الماضي لو فقط نحكم على هذا الأسبوع كان هناك اعلان من طرف جهاد مازال ما عرفنا حتى مصدرها على قضية ما يعرف بتغيير عبوة او زيت المائدة من خمسة لتر الى لتر وليترين يعني لفي دانونس بمجرد الاعلان وثم قال بلي وشفنا بلي وصاة تجارة سارعة وقالت بلي ما كاش تراجعت إن كانت هي صاحبة القرار تراجعت ولكن شوفوا اليوم التأثير ذلك على الأسواق اليوم زيت في كتير من خلينا نقول مساحة تجارية ما كاش يعني لفي دانونس داشكون يعني في الاخر مستفاد منه يعني في كل مرة خلينا نقول نعبو على مشاعر الجزائريين نعم هذه حقيقة أولا الشيء الأكيد أن كل فعل عند ورد فعل أكيد وكل فعل أنه غير سليم الهدف منه هو الربح غير سليم وبالتالي على ما أفضل الدولة دلت احتياطتها من خلال سن القوانين وقال القانون المتعلق بقضية مكافحة المضاربة ونشر الإشاعات التي تهدف إلى الاستهلاك وبالتالي الاحتكار إلى غير ذلك وبالتالي في الحقيقة كما قال سعد الله لازم أننا نكون يقضين بمفهوم أجزاء الدولة تكون يقضة التواجد الميداني تكثيف نقاط البيع في رمضان مثلا مدام كي استهلاك واسع للظروف وبالتالي الأسواق والنقاط المباشرة وتكون تخضع لمراقبة ستخفف العباء كذلك الوقاية من خلال التعبئة من خلال التوعية عن طريق المساجد عن طريق المدارس عن طريق التلفزة عن طريق الإعلام عن طريق كل أماكن التي يستمع فيها المواطن حتى نعرف باللي أن هذا شهر رحمة والاستكلاك يكون مستقر موش لازم أننا لنشوف الظروة في بداية رمضان في إقبال كبير على بعض المواد وبالتالي من المفروض هذا الشهر من باب أننا نهذف فيه النفوس وأننا نعود إلى الله عز وجل نعاود نبني منظومة اجتماعية مستقرة قوية متضامنة متسامحة نلقى نفوسنا أننا نتخبط مشاكل يومية وهي مشاكل موجودة على مدار السنة وبالتالي في الحقيقة المشكلة الموش في النضرة المشكلة أنه فيه استهلاك غير طبيعي أحيانا فيه الترويج إلى ثقافة بيع من خلال إعطاء توجيه الرأي العام نحو وسيل عام معينة بهدف الربح الغير المشروع الدولة على ما أظن ما هيش عادزة أنها بتوفر الزيت أو السكر أو السميد وخاصة إذا كان نشوفنا ما حجد من موارد مالية فقط أننا ما ننسوش بأن هناك مقاومة تغيير هناك بعض العصابات التي تصطاد في مثل المناسبات وتحب كذلك أن تنشر البلبلة وبالتالي تؤثر على القرار الوطني وتؤثر كذلك على حلاقات الثقة التي تزرع لدى المواطن من خلف المسؤولين وكذلك بعض المسؤولين ما نقوله شكول بعض المسؤولين بتصرفات معزولة عن طريق التقاع وممكن لا يترجمون حقيقة مفهوم الدولة مفهوم القارات التي تصدرها الدولة وخاصة القارات المركزية الرامية دائما إلى حماية الاقتصاد الوطني عن طريق الوقاية عن طريق مش مكافحة مش أننا نقتصد في المصروف بل نكافح التبذير من باب ترشيد النفقات من باب أننا نحافظ على أموال الشعب لمراحل أخرى من باب أننا نقتصد بمفهوم أننا نعتمد على موارد ذاتية وبالتالي مرحلة إصلاح من المفروض أننا يصاحبها كذلك يقظى وقابول من طرف المواطن من خلال تفهم هذه الإصلاحات والتحكم في الموارد بشكل عادي ومن جهة أخرى كذلك اليقظى والرقابة على أجهزة الدولة وأقصد بالذكر المصالح الخارجية على الدولة على مستوى الولايات وهنا لما نوفر نقاط بيع مباشرة سنقضي شك على كل ما هو فراغ وكل ما هو متاح لها العصابات وضح سيد مضيف عليه أنا قلت الدولة درت القوانين المضاربة والاحتكار ثقافة ثقافة المواطن شكون هو الدور باش الثقافة المواطن في الاشتهلاك وفي الغش كيفاش المواطن شكون لدور تتاعه باش باش كلا نبقى نحضره بارك شكون تشوف المجتمع المدني اعزاب اعلام يعني حتى الحكومة لازم تتحرك ايضا مدام انا نشوف المجتمع المدني المجتمع المدني لانه كين المجتمع المدني راه في كل ولاية كين هذا هو الدور تاعه التوعية وتعليه يشتو الدور يوعي المجتمع المدني مع المواطن قلت لك المجتمع المدني يسيب لك يسيب لك الخبز ما يطيكش يوعي قل ما يش لانه هذا هو الدور تعالوا فرس كلا ربقنا غير في الخطابات ونقولوا والناس مثلا الدور في الميدان والثقافة الثقافة الاشتهلاك في الميدان والدورة الحمد لله رهم ألوفات الجمعيات أين الدورة تحهم في هذه الثقافة وهما أقرب للمواطن هما الدورة تحهم الأساسي وعلى هذا دستوريهم اليوم رهم الجمعيات في أي ولاية تلقى فيها 500 جمعية أين الدورة تحهم ولا يستنى وغير الإعانات لا الدورة تحهم في الاشتهلاك لهذه الجمعيات لأن في كل ولاية الدورة تحهم ثقافة ثقافة ذك المواطن لأن عشنا في مرحلة تعتبذير والحقنا لها اليوم لازم لازم ثقافة أخرى للجزائري والحمدلله لو كان اللي ننطيقه النوعه ما تكونش إحنا إحنا رانا نشوفه في العالم قاع راي كين أزمت إحنا إحنا مكاش أزمة إحنا مع النس ثقافة كيف نصير الأزمة تعنا إحنا ما ما تلحق لاش لو كان ندير يد في اليد وضح وضح ضيوفي الكرام ناخد فاصل قاصية ثم نواصل الحديث مشاهدينا فاصل قاصية نواصل الحديث ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا مشاهدينا مرحبا بكم في الجزء الثاني من شارع السياسة موضوعنا اليوم هو القدرة الشرائية لمواطنين الجزائري وكيفية حمايتها وأيضا حماية جيوب الجزائري المنكة بغلاء المعيشة سيفة حبوطبيق خلينا نكملوا يعني من يتوقفنا في الجزء الأول وقضية اليوم خلينا نقول في دل التدابير اللي أعقارها رئيس الجمهورية لحماية قدرة الجزائري الشرائية مثلا شهر مارس هذا يعني صب الزيادات في أجور العمال وأيضا منتقاعدين وأيضا حتى البطالين خلينا نقول هي كلها خطوات تمشي نحو إعادة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يعني حدارنا متوجهين إلى رمضان كما كنا تكلمنا أن المواطن في كل رمضان يتخوف من غلاء الأسعار في دل هذا خلينا نقول المسعر الرسمي وبين ما يعيشه المواطن كيف يمكن إعادة الثقة اليوم أتوشك أولا من خلال الخطابات والإجراءات التي تصاحبها نحن كنت تكلموا على استقرار الأسعار من المفروض استقرار العرض والطلب في السوق والعرض والطلب مربوط بشئين أساسيين مربوط أولا بالنسبة للطلب ثقافة استهلاكية كنت تكلموا أهل الآن والعرض مربوط أننا كيف نحارب الندرة وكذلك نحارب التجار الطفليين الذين يريدون أن يستغنوا من خلال محطات معينة واستغنال ممكن فراغات واستغنال ممكن طلب متزايد وخلق فوضى في السوق وبالتالي يعود الأمر على مؤسسة دولة دون شك أن هذه الخطوات الاستباقية وعلى رأسها مثلا سبل أجور اتخاذ بعض الإجراءات تدبيرية أو تدبير التي تهدف إلى توفير المنتوج عن المستوى محلي كذلك الرقابة الميدانية عن طريق مسالح وزارة التجارة كلها تهدف إلى تخفيف العبع ففي الحقيقة كل مناسبة رمضانية حتى في السابق لما كان العرض كبير بزاف دائما نشوف فيه تزايد طلب ونشوف أنه تصاحبه بعض الاترابات الشيء الأكيد أن بعض التجار الطفليين وبعض المجموعات المنظمة ممكن تحب تستمر في هذه المناسبات حتى ممكن تقلب العملية الإصلاحية وتحاول أنها تعطي صورة سيئة ممكن على تواجد الدولة نحن تعرف بلد الدولة اليوم الدور تحوى الدور الحارس الدولة أنها تضمن كدولة كسلطة ضابطة أنها تحارب الندرة من جهة وتحاول كذلك أنها تكسر الاحتكار بكل أساليبه وتحاول كذلك أنها تعطي طبعينا لدى المواطن وإطبعينا حتى للتجار في السوق وبالتالي في الحقيقة كي يكون بعض المواد التي أسعار تحوى مستقفة يعني مدعمة من المفروض لا تخضع إلى قضية العرض والطالب هنا قضية الرقمنة وهنا نتكلمه على السيد رايز المريل لم يتكلم عن الرقمنة لأن من المفروض لأن هذه المواد التي تحظى بدعم مباشرة من طرف الدولة هي أموال الشعب هناك نشوفه مثلا استهلاك متزايد الخبز لو كان يستفيد من المواطن بالعكس الدولة فقورة أن المواطن يتمتع بخيرتها ولكن لما نشوف هذا الاستهلاك خارج العدم ويذهب أكرمكم الله إلى المزابل أو أنه لا يستغل أحسن استغلال دون شك هذا تبذير لأموال الشعب وأنا منظنش باللي الشعب يرضى أن أموال تاعه تبدر من أي شخص كان سواء كان في مسؤولية أو غير مسؤولية وبالتالي ثقافة الاستهلاك مربوطة بأننا كيف نحافظ على الأموال تاع الشعب ونحافظ على القدرة الشرائية بمفهوم أننا نحارب هذا الارتفاع الجنين في الأسعار من خلال وضع استقرار دائم للسوق كذلك هناك آلية أخرى للرقابة عن طريق البرلمان لكن ما حطوا ممكن لجاء الاستعلامات التي خرجت عن طريق المشعب وطني سواء في السنة الماضية أو السنة هذه وهذه كلها عملية في إطار الوقاية في إطار أولا التحسس الواقع ما يبقاش مجرد كلام نحن نشوف فضاعات فيه كلام كثير على ندرة بعض السلع وأحيانا ممكن ارتفاع الأسعار فلما يكون هناك لجاء الاستعلامات مباشرة فأنا نعرف حقيقة هل هذه السلع متوفرة وأن هذا الارتفاع الجنوني هل هو بفعل فاعل أم مجرد ممكن تقعس أو غير أربما سيفتح بقاحي كلنا حديث حول الليجان الاستعلامة البرلمانية سيد عبدالله حداد نرجع لك إلى قضية كنتم تطرقتم إلى ضوء المجتمع المدني أيضا في تحسيس المواطن بيان مجلس بيان عفوا نحن نعطيك الكلمة سيد عبدالله حداد فقط نطرح لك سؤال وعندك حرية للجواب قبل أوسبوعين في بيان مجلس الوزراء الوالي وحتى المنتخابين المحليين وأيضا المجتمع المدني مثلا اليوم أنتم كحزب سياسي جبهة النضاء الوطني من خلال منتخابيكم في الشأن المحلي خلينا نقول وش يقدر يقدموا اليوم الأحزاب في هذا المسعى نعم شوفوا قبل برك علاش إحنا دايما منين يلحق شهر للمضان نبقوا متخوفين كأنه وإحنا نعرفوه كل الجزائرين يعرفوه بلي خير ببراكة ونبقوا ونتخير فيه حتى السلطة متخوفة بها بدي وماشي غسنا كل شهر كل موسم منين يجي رمضان كيشو منيش عارفوه النس قاتول نعم هذا المخاوف كانت ديجا ومبعد في شهر رمضان تعاودوا عليها إحنا وخاصة هذه الخطرة إجراءات لبس بها قمت لحكم مع ارتفاع رفع الأجر والأجر ولا كل حل ورغم ما منيني خافوا لأنه عندنا تجعبها كل سنة منيني لحق رمضان قالوا لا رمضان ما يخوناه رمضان تعباراكة والناس تفرح له وكل شي يجيه يجيه بس كنا نشوفو الخير اللي يطيح فيه رمضان على أي بسيط يطيح الخير الخير من عند ربي ما يخوفناش رمضان لي وقصة في الجزائري مع الجزائرين ما يخوفناش ملعارة الحكومة هي بالإجراءات بقبض الله احنا الدورة كما كنت تقول المنتخبين قلنا لهم هذا الدور اللي قلنا لهم احنا لازم يلعبوا التوعية في الإعانة في ضي لازم يساهموا يساهموا هذا الشهر مشيغ المنتخبين حتى كل فئات كل الأحزاب هو على قتلك الشهر الرحمة ما يخوفش إحنا بقينا منذ الاستقلال وإحنا غيجي رمضان قالوا بابابا رمضان رجاي رمضان شهر الرحمة ولازم إحنا اللي قلتلك نذهب للميدان والروح للمنتخبين وقال هذا البركة تنزل وأنا شايفها من اللي راي عندي قريب 60 ولا 70 سنة البركة كيتلحق رمضان كل خيب كي الحق رمضان والله كل خير الكاين دونك إحنا أنا نشكر المجهودات اللي درتو يبقى دور تاع الجمعيات وتاع الحزاب وتاع كل مواطن حر وليحب هذا البلاد باش وخاصة يعاون السلطة فيما يخص المضاربة فيما يخص التبذير فيما يخص الرحمة من عند الاخيه ان شاء الله هذا رمضان انا منظرش لتكون حاجة مفاجأة ولا ونقول للشعب الجزائري والهذو التجار هذا الشهر رحمه ارحمه لانه اكترحم في خوك ما اكترحم في واحد خارج دور تاع التجار دور تاع المواطن دور تاع السلطة اليد في اليد باش ينفوتوا هذا الشهر ان شاء الله واضح سي فاتح بطبيق وابو سي عبد الله يبدي تفاؤل كبير من شهر المدان القادم خليني نرجع الى قضية اخرى مهمة سي فاتح بطبيق وكنت تكلمت عليها وهي قضية لجان الاستعلام في المجلس الجعبي الوطني حتى في مجلس الامة شفنا يعني فعلا شفنا النواب برلمانيين في الميدان يشوفوا واقع الاسواق خليني نقول هي رقبة تكملية يعني وما في الاخير هي رامي عاون في اجهزة الدولة ربما نصل الى حقيقة ونقدر نفهم اليوم السوق الجزائرية نعم قبل لما نتكلم على الجلس الاستعلامات نتكلم على الواجه التعادل التضامني من خلال قفة رمضان من خلال اعطاء البلد الاجتماعي للدولة غير مباشرة وهذا الجاب الاجتماعي لازم نفتخر به ونعتبره كذلك اصبح التقليد واصبح عنصر اساسي وخاصة لما يتعلق الامر بشهر رمضان او دخول اجتماعي او غير ذلك وبالتالي لاحظنا بكل بلد تقريبا مرت قفة رمضان وهذا من باب الى تخفيف العبع على المواطن وهذا الواجه بتاع الدولة موش فخر كذلك من جهة اخرى ان الدولة تحاول انها تدمج كل ما هو الديمقراطية التشاركية عن طريق المجتمع المدني عن طريق اللجان الموجودة اللي من دورها انها تحسس بما يهم المواطن وتبين الثغرات وتبين ممكن الاماكن اللي فيها نقص وبالتالي ممكن تتخذ اجراءات قبل كاستباقيا قبل ما يوقع الفعل ودى الفعل وهنا نمشي الى قادية الرقابة التكملية كما قلت دورت البرلمان كسلطات شرعية كممثل للشعب انه يتحسس يتحسس هموم الشعب ويتحسس كذلك الخدمة العومية في كل مجالاتها احنا لما نتكلم على شهر رمضان واحنا راكم نحط ممكن اجراءات اللي درتها الدولة لم نألف مما سبق لما نتكلم على سن بعض القوانين اللي في الحق هدفت منها هو محارب التبدير وكسر الاحتكار ومحاربة المضاربة ولكن احيانا احيانا هذا القوانين يصاحبها فعل معزول فعل معزول من طرف بعض الاعوان الذين لم يرقوا بعد الى السلوك او الهدف من هذه الخدمة ومن هذا الاجراء وبالتالي احيانا ينعكس بطريقة سلبية على ما هو مطلوب فدون شك اذا كنتكلم على قضية توفير السلع والخدمات ومحاربة النضرة هو من قابل اننا نعطي للمواطن اطمئنان وثقة كاملة في المؤسسة التعو ويبقى دائما دورت على المواطن لانه هو العملية المقصود بها هو المواطن اذا كان المواطن ان خلط في عملية اصلاحية انه استطاع ان يحد من استهلاكه المفرط استطاع انه يحارب بعض المظاهر سيئة في المجتمع واحنا شهر رمضان المفروض اذا كان اعتبره موسم الموسم ولكن هي الاستهلاك على مدار السنة اذا كان فيه استقرار في الطلب دون شك سيكون هناك استقرار في العرض والعرض هذا واجب تاعد الدولة انها تحارب الندرة ولكن في اخر مطاف يجب انه تم بعملية اصلاحية وينيولي فرض حقا يعتمد على وسائل انتاج محلية والخازنة العلمية تنتعش وبالتالي ممكن تكلموا على اشياء اخرى كاملية من تكلموش بقط على بعض المواطن اسمح لي اسمح لي سيفتح بطبيق على المقاطعات شوف بلي لجان الاستعلام هذه الميدانية خلينا نقول تقرب يعني اكيد انه اليوم النائب برنامني ومواطن جزائري ويعيش في الاسواق ولكن خلينا نقول خليه يجمع معطايات على الاقل تسمح له انه غدا يقدم مقترحات للحكومة للوزير المعني بذلك القطاع لازم نعرف بلي ان لجان الاستعلامات هي اجراءات دستورية لجان الاستعلامات لما تخرج رح تخرج بامر تخرج الى ملاطق معينة ممكن بناء على رؤية بناء على تنبيه بناء على تحسس رأي المواطن عن طريق ما هو متاح دون شكل الاستعلام تخرج الى اماكن معينة لما ترجع الى المشتعب وطني الدين التقاري التاحة تبلغ ببسطة الى القطاعات او الضواء الوزارية المعنية كما تبلغ الى السادة وسيدة النواب والحكومة عندها نقاط تعتقاطع مع البرلمان في مناسبات عديدة في العسئلة الكتابية والشفاوية وكذلك في اطار الرقابة التشعية عن طريق بيان السلسة العامة وبالتالي كلها تقارير ستقيم الجميع حتى نحن كبرلمانيين في البرلمان دورنا اننا نمثل المواطن حقيقة ونكون اننا موجودين في اللحظة يعني وهنا دور تعلاج الى استعلامات وهاكم لاحظتم ان اللجان استعلامات وخاصة بالنسبة الى لجانة الشؤون الاقتصادية وضع مشهد جنوب شرق غرب وسط يعني حتى في ملاطق الوطن يعني كانت تقريبا العديد من ملاطق انها مستها هذه اللجان وخاصة حتى اللجان السكن اليوم رهي موجودة على مستوى ولاية تمرست يعني في اقصى حوضية نقطة حوضية في الجزائر وبالتالي في المفروض ان اللجان البرلمانية هي من باب اننا نعطيه مناعة وقاية ورقبة تكملية وننور المسؤولين المركزيين بما هو موجود على مستوى عرض الواقع وبالتالي يمكن للوزير المعني او الوزاري المعني اتخاذ اجراءات في صالح الموضوع والله هي ماش قضية برلمان او الممثلين وطنين قضية الممثل المحلي وخاصة في لانه هو الممثل المحلي هو الاساس يعرف الشعب التاعو شكل يفاقي شكل يمحتاج من خلال لازم يشارك يشاركهم في 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 توزيع توزيع الاعانات الاعانات تعتضامهم يعرف الشركات اللي يعاونوا في المحلي اكثر اكثر وخاصة في الممثل الحقيقي لازم مع المجتمع المدني مع الاسمو يشاركهم لاننا لازم تكون الوعي لاننا حتى احنا وليفنا واحد الشعار خلي حتى العمل مشيغ حتى العمل وليفنا ذلك الشعار خلي يفوت رمضان ونبعا نتكلم خلي يفوت هذفان يلزم ينقلع منها العمل العمل خاصة في شهر رمضان احنا المنتخبين المحليين لازم اشراكهم المواطن ويخلونا من السلوكات هذيك تاع بنعميش انا نطلب ان شاء الله من المنتخبين المحليين اشراك كل لان لكن في هذه القضية سي عبدالله مضطر انه انقاطعك تكلمنا على دور البرلمان يعني اليوم شوفوا البرلمان يعني على الاقل رأو عكس العهدات السابقة البرلمان اليوم يتحرك وينزل رأو يدير لجاني استعلامات رأو حتى يسائل في الحكومة تكلمنا على تدابير اقرتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية لكن احنا اليوم رأنا في حصات شارع سياسة خلنا نقول لك حتى الاحزاب عليها بالحركية يعني الجزائر الجديدة تحتاج حركية ولا يمشيش بنفس الصراع لان لا يخصون قوانين البرلمان يشرع القوانين تطبيق لان الجزائر لا يخصون القوانين ويحبط المنتخب المحلي وحتى البرلمان لان هذو الليجن عرفنا من البكري دير الليجن عرب اللي كنت ريكوميشيون راحت مكاش ما يقدر يقول لك الحزبي يوصل فلان مير وماذا ما يزيد شي يكون لا الحقيقة نقول نعم ريكوميشيون عرب اللي مكان حتى حيش سيفة عبوط بيق لما يجاو أنا تجارب سابقة ممكن ولكن ربما هذا معبر لما التغيير ربما شي جدي وطنية يخدموا قوانين على حسب في الميدان أما اللي جنة أنا كتقول يدير لجنة وعلى هذا الأسس أني يشوف لازم يديرو كما اللي والي في الميدان مع الشعب كما اللي والي يديرو هذي مدليش اللي جنة تروح تفو وتسمانا والذي ومعد تجيد اللي تقرير تقارير لازم لك تروح ذلك المواطن اللي يديرك تروح معك كما راي يدير الولي أعلى الولي يروح للمواطن هل المواطن دير الولي يروح هو فهم قال هو يخص قدام الولي أنا مشكلة الصلاحيات المواطن لا لا حتى المنتخب فان ما سيرع صلاحيات لا 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 سيرع صلاحيات سيرع عبدالله الولي سيرع صلاحيات وقالها الرئيس الجمهورية فوزة البرمير رسمونس نعم تقرأ أنا نطلق بالولي وما نطلق بالمينيس بسك الولي ربما دي سيرع صلاحيات لا وربما قانون البلدية والملاي يحيب صلق الولي اسمع أنا كنت ندير سؤال شفوي للوزارة كنت ندلهم على بالك كيف يديروا الوالي الوزير يتلفون الوالي يعطلوا الإجابة أكدك نروح الوالي يديرك لا عندي تجربة برلمانية وما نيجي نقول لكم بالك في القوانين أخي منا بصح في هذا السؤال شفوي لا أنا نطلب من المنتخبين كي مر هم يديروا بعض الوالي يكونوا لا نختلف في الأفكار أولا مسئولية مسئولية مشتركة العملية عملية كاملية بالحقيقة الشي الذي هذا المرحلة تحسيد رئيس جمهورية تلاحظ بالدور تحسيد شرعية ودور أداء شرعي ورقبي في إطار الدستور من جهة أخرى الدور ميداني متعلق بالجماعات المحلية سواء الوالي بصيفة القاضي المعتبره هو القناة الأولى تعدولة على مستوى الولاي والمنتخبين دوشك العمل المحلي سيلتاقي في تقطعات بابين الجهة الشريعي والتنفيذي في إطار الرقبة سيد رئيس جمهورية يشرف على لقاء الولاي كل 13 تقريبا ولقاء الولاي فيه لقاش مفتوح ما بين الولاي ما بين المنتخبين وآخر اللقاء كان حتى بحضور سيدر وأسر من شعب الولاي فالحركية التي أعطيت للمستمع المدني عن طريق المرصد وعن طريق المساعد للشباب كلها تخدم في إطار أولا تبيان تبيان المعيقات والنواقص الموجودة داخل الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن جهة أخرى تنور المسؤولين بالتقاعس نحن كما نتكلم على مسؤول على مستوى دائرة وزارية محلية مثلا في الصحة ولا في التجارة ولا غير ذلك فالبرلمان لما يكون يؤدي الدور تعه نحن النتيجة ما هو الموكلة بهذه الجهاز التنفيذي ولكن ما نجيش حتى نخلي التراكمات بتاع الماضي اللي شفتها في تسير وقالي حجام نحن الآن فقط على مستوى محلي ما نشي قطع فيك بركس محلي أنا أنا معك في هذا التنظيم السيد الرئيس الجمهورية أعطاه حتى للنوبة الولي هم شهشار ولا شهش هذه ثقفة جديدة هذه علاش علاش بس كليا كين حويج لما يشوفون الولي النايب أعطاه دور سمعنا الرئيس الجمهورية قال لولي لازم خطرة ولا فسار تطلقا مع النواب الولي رجل خرجو سعد الله أنا أتكلم هذا الأسبوع هذا الأسبوع هذا نائب على جزايا العاصمة هذا الأسبوع لقيتم على جزايا العاصمة دير أربع جلسات تقريبا من الساعة الرابعة مساء إلى التاسعة ليلة مع كل كتاب برلمانية بمفهوم كنت لها فيها ثمن نواب وجاب الجهز التنفيذي كامل ومصالح الخارجية تعدولها وكنا وجها لوجه يعني كل نائب بنشغال وخاصة فيما يتعلق بالأسواق يتعلق بالجامب التعليمي بالجامب الصحي وهذه ثقافة جديدة هي في الحقيقة كانت بكري سنن ولكن الآن أصبحت واجب يعني من حين إلى آخر يلتقي الجهز التنفيذي مع المنتخبين وهنا على ما أظن لابد لا بد هي تبقى التراكمة موجودة ولكن على الأقل نعطي صورة صورة جديدة كتواجد مواطنين على مستوى الميدان بالمفهوم عن طريق المنتخبين توحم والدولة كانت عندها طلاح حقيقي على المشاكل وحنا نعرف مشكلة وين مشكلة هو قضية الترخيص إلى توظيف أموال زائدة من أجل توفير خدمة عمومية دائما دائما وضح هذا النقاط كلها ضيوفي الكرام في الأخير ما بقى لي لا نشكركم على حضوركم معنا سيفاتح بطبيق رئيس الكتلة البرنامانية الجبهة المستقبل مرحبا نشكرك على حضوركم معنا سي عبدالله حداد الأمير العام الجبهة النظام الوطني إن شاء الله يبقى لك التفاؤل إن شاء الله يكون رمضان خير فالخير علينا إن شاء الله رمضان خير على قاس الشعب الجزائري وآخي النايب ما قلت أنا قلت النواب يحبطوا لا النواب يحبطوا يكون تنسيق مع الولي لأنه هذا عوامل وضح وضح هذا الأمر إجرائية نعم الحاجة اللي ديباسوا اللي ديباسوا للولي وضح أنتم اللي توصلوه الوزر وضح سي عبدالله حداد ضيوفي نشكركم مرة أخرى مشاهدنا كيرام لم يبقى لي إننا نشكركم على الحسن المتابعة والإصغر ألقاكم الأسبوع القادم إلى اللقاء